18.440.000 ناد قال سنأخذ ربعات ديالة مليون ديال الأسر سنأخذهم ما يسمى الأنتظامن هو الرمض السابق والأخرين سنأخذهم قادرين على الأداء أو سيدخلوا في الأصناف ديال المهنيين لحصيلة ما هي بكل بساطة كانوا 18.440.000 اليوم الذي يستفيد والذي عنده حقوق مفتوحة حقيقية هو عشرات المليون ونص عشرات المليون في 3 شتنبير 2023 الإحصاءات الصندوق الوطني للضامن الاجتماعي عشرات فصيلة 23 الذين يدخلوا في الفئة التضامن و 266.000 المهنيين لأنه سجلوهما بطريقة إدارية 27% ما تخلصوش و 13% هي الحقوق مفتوحة إذن ذا سيد رئيس الحكومة قال سيوصلنا لـ 22.000.000 لم يجعلنا 18.000.000 8.000.000 من المغاربة في منزلتين بين المنزلتين قال لهم أنتم قادرين اشتركوا ما قادرينش يشتركوا وحتى اللي يمشي يشترك ما قادرينش يؤدي وبالتالي الحقوق غير مفتوحة إذن هذا أفشل تنزيل لهذا الورش وزاد أيضا هالـ 18.000.000.000 440.000.000 اللي كانوا تستفدوهم الرميد من النظام المجاني ما حال الدولة كانت تتحمل عليهم الميزانية ديال الدولة كانت تتحمل عليهم جوج ديال المليار ديال الدرهم السيد رئيس الحكومة خرجت من يل هات الجيخ اللي هم تالفين راح نتنعرفهم راح نستيشكيو وعشرات المليون اللي ادام للصندوق الوطني للضمن الاجتماعي تحت عنوان تضامون غاد يعطي للصندوق الوطني للضمن الاجتماعي 9.5 مليار درهم سنويا يعني خرجتي 8 مليون وزتي سبعات المليار ونص ولكن أخصكم تبعوا الفهم ما في نماشية هات الشي ما شير واحد القطاع الصحي الليبرالي متوحش قالستي خرب في البلاد ما تنتكلمش على المصحات العادية ما تنتكلمش على العيادات ما تنتكلمش على القطاع الصحي العادل تنتكلم على واحد جوج المخلوقات اللي هما قالسين طالقين رجليهم في البلاد والعباد ومشي إحنا ضد الرأسمال الوطني إحنا ضد أنه هذا سيخرب المستشفى العمومي والصحة العمومية لأنه سيكون تكامل بين القطاع الصحي العمومي والقطاع الصحي الخاص الآن الذي يجري هو تخريب المستشفى العمومي لفائدة فئة محدودة جدا ومحسوبة على أقل من رؤوس يعني يد وحدة ترجمة نانسي قنقر